اشتركوا في القناة سنتحدث فيه عن الدعم المقدم للفنانين وبطبيعة الحال سوف نتحدث عن مجموعة من الأمور فاليوم لا حديثة إلا عن الدعم المقدم للفنانين والفنانات فبطبيعة الحال هناك من يؤيد هذا الدعم المقدم لهم المقدم لهم عفوا وهناك أيضا من يعارض هذا الدعم المقدم فالمغاربة اليوم منقسمين إلى قسمين فمنهم من يؤيد كما قلت سابقا ومنهم أيضا من يعارض فأنتم متتبعي قناة شوف تيفيه واش مع تقديم الدعم لهذه الناس بصفتهم أنهم متضررين من هذه المرحلة إلى غير ذلك حسب الدفتر التحمولات التي كانت دارتو وزارة الثقافة وقدموه هاد الناس قدموه بطبعة الحال بالوثائق وبالمجموعة من الأشياء اللي داروها ودعموا بها الميلف ديالهم فحطوا فيها السيرة الداتية ديالهم والأعمال ديالهم البداية ديالهم الكليبات ديالهم ولا غير ذلك من الأشياء اللي حصلوا عليها فكما قلت لكم كما قلت لكم متتبعي قناة شوف تيفيه أنه المغاربة اليوم منقسمين إلى قسمين فمنهم من يدعم هذا القرار هذا ومنهم كذلك من يرفض هذه الأموال التي سلمت للممثلين أو عفوا المغنيين والمغنيات فأنتم كمتتبعي قناة شوف تيفيه هاد الدعم هذا ليشدوه هاد الناس هادو كيفاش كتشوفوه كيفاش كتشوفوه أنتما كمتتبعي القناة واش يستهلوه ولا ما يستهلوش خاصة أنه بعد الفنانين بعد الفنانين يعني بعد الفنانين أخي محمد نعم بعد الفنانين يعني تسلموا مبالغ مالية اللي هي مهمة مبالغ مالية مهمة في حين أنه كاين بعد الفنانين اللي تم الإقصاء ديالهم بشكل يعني بشكل يعني معرفناش شنو على من اعتمدوا الجهاد أو اللجنة المختصة في هاد الدعم هذا علاش اعتمدوا باش اقصوا هاد الناس هادو فمجموعة من الاتصالات اللي تلقيناها في مدينة الناظور مدينة الحسيمة مدينة وجدة ومختلف مدن المملكة المغربية تلقينا اتصالات من فنانين وفنانات يعني غير راضيين غير راضيين على هذه الأمور اللي درتها الوزارة وحرماتهم من الدعم فمنهم أيضا من حصل على الدعم ولم يكن راضي على الدعم فكالناس اللي استفدوا من الدعم وجالهم داك المليون او مليون قليلة فبطبعات الحال تعصبوا واخدوا موقف وكل واحد تشوف راسه احسن من الافضل او انه يستهل او انه يستهل يعني الدعم اكثر من الفنانين فلا حديث اليوم في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الا عن الدعم المقدم الا عن الدعم المقدم للفنانين فانتوما متتبعي قناة شيف تيفي كيفاش كتشوفوا هاد الامور هذي كيفاش كتشوفوا هاد الامور هذي واش كتشوفوها في صالح الفنان او كتزيد كتعمق الجراح انتح هاد الفنانة اللي ما استفدوش من هاد الدعم هذا فكنتمنى انه من الجهات الجهات المسؤولة تعطينا تعطينا بطبعات الحال شي بلاغ ولا شي خرجة اعلامية غداء ربما نقدر نشوفه غداء وقناة شيف تيفي بطبعات الحال كما عودتكم دائما انها كت تبحث في هاد الامور هذي وغادي تشوفوا ان شاء الله في هاد الايام تشوفوا اللقاء مع المسؤولين دي هاد الوزارة هذي باش يردوا على هاد القضية هذي وعلى هاد الاقصاء واش حقا كين اقصاء ولا مكينش ف كانت منه ان شاء الله انه جميع الفنانة الدين لمملكة المغربية اللي تشتغلوا تشتغلوا طيلة السنة كانت منه انهم يستفدوا وما يتحرموش من هاد الامور هذي لانها امور تبقى مهمة في نظرهم فمجموعة من المواطنين ومجموعة من الفنانة يعني سجلوا كليبات سجلوا مواضيع سجلوا العادة من الاعمال لكنهم لم يستفيدوا من شي واش في نظركم انتوما كمتتبعي قناة شوفتيفي مبغينا نشوفوا التعاليق دي لكم واش كتشوفوا انه الفنان او الفنانة اللي اخدهوا هاد الدعم هذا واش كتشوفوا انهم يعني يستهلوا هاد الدعم ولا ما يستهلوش وكذلك كيفاش كتشوفوا انتوما هاد القضية دي ل الاقصاء دي ل بعض الفنانة كيفاش كتشوفوا انتوما الاقصاء دي لبعض الفنانة من هاد الدعم واش كتشوفوا مسألة عادية ولا العكس فنتمنى إن شاء الله أن الأمور تمشي بواحد الشكل اللي هو عادي فالاستقبال المكالمات ديلكم غادي نستقبلهم دائما على 061 81 24 16 طبعا الحال هذا هو الرقم اللي غادي نستقبله فيه المكالمات ديلكم فأي واحد عنده شيء ملاحظة أو عنده شيء اقتراح خاصة إخوان الفنانين فإلا بغي يعيت شيء واحد يعيتنا على الرقم 06 يعيتنا على 06 61 81 24 16 فأنتمنى إن شاء الله أن هاد الأمور ديال الفنانين إلى غير ذلك ترجع لمياه لمجاريها ومن بقاوش نشوفوا ما نبقاوش نشوفوا ما نبقاوش نشوفوا هاد الفنانين يعني آآ طالع ليهم الدم مع الصبين إلى غير ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه الكل يستفد والأمور تمشي بواحد الشكل اللي هو عادي فدائما كانت حدثوا متتبع بالنسبة للناس اللي كانت دخل فالسؤال دي أنه ما رأيك في الدعم لشدهم جموعا من الفنانين المغاربة والإقصاء اللي تعرضوا ليه فنانين آخرين ما تعليقكم ما التعليق طبعا الحال اللي كان قرأوها مع مجموعة من المعلقين ومجموعة من الناس فالتعليق كان واضح بالنسبة لهم هو غير راضيين أصلا لها الدعم اللي تقدم للفنانين بصفاء عما ومنهم من يعني أكد أنه بعض الفنانين لا يستحقون وبعض الفنانين يستحقون فالأراء متضاربة ومن قدروش نحكموه على جهة أو جهتين فكل واحد يعني والرأي ديالو في هذه الأمور هذه ديال دعم الفنانين انتوما كما غريبا كمتتبعي قناة شوف تيفي لايف أو شوف تيفي اون ديريكت فكيفاش كتشوف هذه القضية ديال دعم الفنانين واش انتوما مع أو ضد هذه القضية هذه فقد نكون سعيد بالقراءة هذه التعليقات ديالكم إذا كانت بطبيعة الحال فكنت سنتعليق ديالكم عبر اللايف هذا وهذه تسعة دقائق حنا فشبدينا هذا البرنامج ودائما كان هضروه على الدعم الموجه للفنانين المغاربة والإقصاء اللي تعرضوا له فنانين آخرين فما تعليقكم أنتم يا متتبعي قناة شوف تيفي فانتشروا واحد مجموعة من الصور فمجموعة من الناس لا يستفدون مشي غير هضروك اللي egين ش 땋وا من اليوم هذو سبعة عال تمناء فمجموعة من الفنانين المغاربة استفدو من الدعم مشي غير دوكم الناس اللي شفتو في الصور وإنما كان فينا سأخرين lambatte لكن فانني كنت نشروا صورا طرق بشكل متعمداء من يقوم ب PRSN yent hem هم جموعة من الناس اللي استفدوا من هاد الدعم وليس تلك الفئة التي نشرت صورها بمواقع التواصل الاجتماعي. واش يستهلوا هاد الفرنانا ولا ما يستهلوش وشنو رأي ديكم فضل اقصاء وشنو رأيكم في هاد الدعم دائما نقرأ والتعاليق ديلكم. فكن شكركم بزاف على المتابعة ديلكم وعلى حسن الاصغاء ديلكم لهذا البرنامج ربعة الحال اللي كنقدم لكم يوميا مع تناش ديالليل دمتم في رعاية الله شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.